في إطار تحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أقمت الهيئة القبطية الإنجلية للخدمات الاجتماعية ندوة مع الصيادين عن مبادرات فيري نايل بقرية التل بمحافظة بن سويفة تناولت الندوة أهمية الإسهام في نظافة نهر النيل من المخلفات والتوعية بمسببات تلوث نهر النيل ندوة توعيوية عن حماية نهر النيل من الملوسات البيئية وخلال الندوة التوعية تم إطلاق مبادرة فيري نايل التي تعمل على حماية نهر النيل من الملوسات وأيضا زيادة العائد المجدي للصيادين من خلال أن الصياد وهو بيستاد بيقابل مخلفات في النيل اللي ممكن تعوك عملية السيد بتاعته هو إحنا بنخليه يلم المخلفات اللي بتعوكه ويديها لنا أو يديها للمسؤول المختص عن هذا الموضوع يعني ويكون لي عائد ماديه كان فيه ندوة عن التحالف وعن تحسين معاشة الصيادين للم الكيمامة والحاجات المخلفات اللي هي في نهر النيل لأن نهر النيل الحمد لله صروة قومية يجب الكل يحافظ عليها من ناحية دهيتي أنها زي ما قلت صروة قومية والنظافة بتعم على الصياد أي مخلفات بلاستيك أو أحزية أو أي حاجة مرمية بيأخذها الصياد وهتدوزن وهتبقى من داخله